المدثر قم فعنذر وربك فكبر وثيابك فطحر والرز فاحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاسبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عذي يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيد وجعلت له مالا ممدود وبنين شهود ومحت له تمهيد ثم يتمع عن عزيد كلا إنه كان لعاياتنا عنيد سأرهقه سعود إنه فكر وقدر فقتل فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نزر ثم عبس وبصر ثم عدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يعثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوضاحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا إدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرطاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين بي قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بحاذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويحدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أذبر والسبح إذا أصفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخود مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أعطانا اليقين فما تنفعهم شفاءة الشافعين فلما فما لهم أن التذكرة معرضين كعنه حور مستنفرة فرد من قسورة بل يريد كل مرع منهم أن يعتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كالله إنه تذكرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أحل التقوى وأحل المغفرة بالقسورة بسم الله الرحمن الرحيم من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في سهف مكرمة مرفوعة مطحرة بعيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من ندفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينزر الإنسان إلا طعامه الناس ببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبطنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتونا ونخلا وحضائق غلبا وفاكهة وعبا وطاعا لكم ولعنعامكم فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وعبيه وصواهبته وبنيه لكل مرع منهم يومئذ شعن يغني وعجوحا يومئذ مصفرا مصفرة غاهقة مستغشرة وعجوح يومئذ عليها غبرة تنهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة على الملائكة فقال أنبعوني بعسماء هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا إلو لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبعهم بأسمائهم فلما أنبعهم بأسمائهم قال لم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات غيب السماوات والأرض وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شعتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأظلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا احبطوا بعضكم لبعض أضو ولكم في الأرض مستقر مستقر ومتاع الإلهين فطلقى آدم من ربه كلمات فطاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا احبطوا منها جميعا فإن ما يعطينكم مني حضا فمن تبع حدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفي بأحدكم وإيايا فارحبون وآمنوا بما أنزلت صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الهق بالباتن وتكتموا الحق وعنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نيمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوقع منها أضل ولا هم ينسرون وإذ نجيناكم من آل فرأون يسومونكم سوع العذاب سوع العذاب يذبهون أبناءكم ويستحعون نشاءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرأون وأنتم تنزرون وإذ واعضنا موسى عربعين ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعضه وأنتم ظالمون ثم عفونا أنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أعطينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجلى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن تبالئكم فطاب عليكم إنه هو الطواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نعمنا لك حتى نرى الله جحة فأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنى والسلوام كلوا من طيبات ما رزقناكم من ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يزلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها إذ هشعتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هتدوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدنا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه يا غرب قومه فقل نظر بعصاك الحجر فانفجرت من حثنة عشر داعين قد ألم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نسبع على طعام واحد فادؤلنا ربك يطللنا مما ثمت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وأعوصها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يحبطوا مصرا فإن لكم ما سعلتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعقدون صدق الله العظيم